إيران تزيد من تدخلاتها في العراق وتتلاعب باقتصاده المتأرجح أصلاً وهذه المرة تستنزف النظام المصرفي لتمويل فيلق القدس الذراع العسكرية للحرس الثوري الإيراني تسيطر على مدى سنوات على مليارات الدولارات المودعة في الأنظمة المصرفية العراقية التي تعود إلى إيران كجزء من مستحقات تأمين الغاز والكهرباء في العراق وفق ما كشفت عنه مصادر شرق أوسطية تفاصيل تدفق الأموال العراقية إلى إيران تتم من خلال عناصر موالية داخل البنوك والمصارف العراقية إلى جهات تعمل في استفارة الإيرانية بالعراق وبدورها تحول عشرات المليارات من الأموال العراقية إلى فيلق القدس عبر البر والجو وهنا يكمن دور المركز الرئيسي المتمثل بالسفارة الإيرانية وسط بغداد في تسهيل عملية إخراج الأموال إلى طهران بواسطة الطاقة الإيرانية التي تباع إلى العراق للحصول على الكهرباء التي يفتقر إليها طوال سنوات الاتفاقيات الدولية حددت مهام استخدام المستحقات المالية العراقية واجبة الدفع لإيران في إطار شراء الاحتياجات الإنسانية والدواء لمواطني البلاد ولكن طهران تستخدمها لدعم جهات سياسية داخلية عراقية ولإنشاء خلايا عسكرية محلية في المنطقة هذه العمليات وسط تعرض النظام المصرفي العراقي إلى عقوبات دولية وصولا إلى استبعاده من النظام المصرفي العالمي وفق بنود الاتفاقيات الدولية محاسن حدارة العربية